السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونفكرك ونفكرك تاني ان احنا المنهج بتاعنا مقسم لتلات اجزاء قانون العمل وده بيحكم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل والجزء التاني قانون الخدمة المدنية اللي هو موضوعنا النهاردة والجزء التالت قانون التأمينات طيب هل ده لي علاقة بالامتحان طبعا الامتحان بيجيلك او بيجيلك مقسم لتلات اجزاء هيكتب لك كده اولا قانون العمل يبقى كل الاسئلة اللي جاية تخص مادة قانون العمل بعد كده هيكتب لنا قانون الخدمة المدنية يبقى كل الاسئلة اللي هتيجي في الجزء ده هتتكلم عن قانون الخدمة المدنية بعد كده عن الجزء التالت قانون التأمينات الاجتماعية اللي هو فيه جزء المعاشات وازاي نحسب المعاش يبقى كده الامتحان بتاعنا متقسم لتلاتة احنا الحلقات اللي فاتت كلها اتكلمنا على قانون العمل المفروض النهاردة ان شاء الله ندخل في الجزء التاني قانون الخدمة المدنية بس قبل ما ندخل في قانون الخدمة المدنية مش عايزين ننسى قانون العمل فكل حسة كده واحنا بنسوح قانون الخدمة المدنية افكرك بجزء من قانون العمل عشان ما ننسوش الجزء اللي انا افكرك بيه احنا قلنا قانون العمل ده قانون العمل مجموعة قواعد قانونية هتحكم العلاقة بين مين ومين رضع عليكم بين العامل وبين صاحب العمل اذا توافر شرط التبعية يعني لو كان العامل ده تابع لصاحب العمل طيب قانون العمل بصفة عامة اي عمل في الدنيا بينقسم الى نوعين يعني لو جالك سؤال او جالك سؤال بيقول العمل الانساني ينقسم الى نوعين اه عمل عام وعمل خاص يبقى العمل بينقسم لكم نوع رضع عليكم عام وخاص ايه هو العمل العام وايه هو العمل الخاص العمل العام هو العمل الذي ينفذ تحت سلطة شخص من اشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات رفع عليكم ذات سيادة اما العمل الخاص هو العمل الذي يتم تحت سلطة شخص من اشخاص القانون الخاص يبقى كده عندنا العمل نوعين عمل عام وعمل خاص طيب قانون العمل هيطبق على مين هل يطبق على العمل العام ولا يطبق على العمل الخاص لا قانون العمل يطبق على العمل الخاص طيب هل يطبق على العمل الخاص بصفة مطلقة طبعا لا ليه لا لان العمل الخاص 3 انواع ركز كويه بالسؤال ده ينقسم العمل الخاص الى 3 انواع عمل مستقل عمل مشترك عمل تابع تاني عمل مستقل عمل مشترك عمل تابع قانون العمل هيطبق على مين في التلاتة رضوا عليكم العمل التابع وقانون العمل يطبق على مين ولا يطبق على مين احنا بنقول الفئات المستثنى كلمة المستثنى هنا معناها التي لا يطبق عليها قانون العمل تلات فئات جميع العاملين في الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم اسرة صاحب العمل اذا كان يعولهم دي الفئات المستثنى من قانون العمل ده الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في قانون العمل النهاردة بقى ان شاء الله هنتكلم على قانون الخدمة المدنية او قانون 81 لسنة 2016 طيب هو ايه القانون ده وبيتكلم على ايه وابوابه عبارة عن ايه القانون ده يخاطب الموظفين العاملين في الدولة هل كل الموظفين هل كل اللي شغال في الدولة هيطبق عليه قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 طبعا كل التفاصيل دي هنعرفها طيب ناخد فكرة عامة كده عن قانون الخدمة المدنية ده بيتكلم على ايه اه هو مقسم لعدة ابواب طبعا القانون لسنة 2016 بدأ تطبيقه في 11 2016 بدأ تطبيقه الفعلي طيب القانون ده قابل عن ايه القانون ده مقسم لعدة ابواب باب بيتكلم على بعض المفاهيم والمصطلحات الهمة اللي كان لازم القانون يحددها يعني ايه وحدة يعني ايه كامل الاجر يعني ايه الاجر الوظيفي يعني ايه موظف كل ده بيتكلم عليه في الباب الاول بعد كده بيتكلم على التعيين في الوظيف الحكومية ازاي الموظف اه هيتم تعيينه وعن طريق مين اه وعن طريق مسابقة ولا ترقية ولا ايه كل ده نعرفه بالتفصيل بعد كده بيتكلم على اه العقوبات اللي ممكن تتوقع على الجزائيات اللي ممكن تتوقع على الموظف وبيعمل باب مخصوص للاجر كمان اه الاجر بنتكلم على الاجر والعلاوة وطريق تنظيمها بنتكلم كمان على الاجزاء اللي تخص المخطبين بالقانون يعني القانون اه هنا بيخاطب جميع الموظفين في الدولة طيب قانون الخدمة المدنية اللي هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله هل يطبق على جميع الموظفين في الدولة لا هو في الحقيقة فيه ناس هيتطبق عليها القانون وفيه فئات هتستسنى من القانون طيب هل الفئات دي يعملين في الدولة موظفين اهم موظفين بس الفئات اللي هنتستسنىها دي تخاطب بقانون تاني يعني مثلا المعلمين هل المعلمين يخضعون لقانون الخدمة المدنية لا لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية المعلمين يخضعون لقانون مية خمسة وخمسين الكادر الخاص يعني فيه فئات مش هيتطبق عليها القانون لكن القانون في مجمله بخاطب جميع الموظفين على مستوى الدولة طيب تعالى نبتدي مع بعض كده نشوف قانون الخدمة المدنية اولا القانون قانون 81 لسنة 2016 اول سؤال هنسأله مع بعضنا كده مين اللي هيتطبق عليه القانون ده تعالى نشوف مع بعض مين اللي هيتطبق عليه قانون الخدمة المدنية هنتكلم على اول حاجة الفئات الخاضعة لاحكام قانون الخدمة المدنية الناس اللي بتتفرج علينا الطلبة والطالبات يعني ايه مستر الفئات الخاضعة كلمة الفئات الخاضعة يعني اللي انا هقولهم دلوقتي هم اللي هيتطبق عليهم قانون الخدمة المدنية مين الفئات دي نبدأ مع بعض نشوف الفئات اول فئة الوظائف في الوزارات ومصالحها والاجهزة الحكومية يعني الناس اللي شغالين في اي وزارة ومصالح واجهزة حكومية دول هيتطبق عليهم القانون وحدات الحكم المحلي دول برضو هيتطبق عليهم القانون الهيئات العامة خلي بالك انا بقول هنا الايه الهيئات العامة مش الهيئات الخاصة وهعرفك الفرق دلوقتي الهيئات العامة ما لم تنص قوانين او قرارات تم انشاءها على ما يخالف القانون يعني لو صدوا قانون تاني يعني معنى كده ان احنا معانا تلت فئات بيخطبهم القانون ثلاث فئات خاضعين لهذا القانون مين هم بص معايا وبص معايا وياريت نجاه زورة وقلم ونكتب الكلام ده اول حاجة العاملين او الموظفين في الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية مين كمان وحدات الحكم المحلي مين كمان الهيئات العامة ما لم تنص قوانين اخرى طيب دول اللي هيخضع للقانون امال مين بقى اللي مش هنطبق عليه القانون تعال نشوف مع بعض اللي انا هقولهم دلوقتي الفئات المستسنى من قانون الخدمة المدنية يعني ايه مستسنى يعني لا يطبق عليها القانون تاني كلمة مستسنى هنا معناها لا يطبق عليها القانون ان الناس دي اللي احنا هنقولها غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية طيب مين الناس دول بقى تعال نشوف مع بعض مين الناس دول اولا موظفي قطاع الاعمال العام والخاص طبعا الخاص احنا قلنا بيطبق عليه قانون العمل المعلمين والاطباء يبقى المعلم والطبيب لا يخضع لقانون الخدمة المدنية ليه ما بيخضعش ليهم قانون قانون كذب خاص طبعا المعلمين لهم قانون 155 ده الكذب الخاص يبقى المعلم والطبيب لا يخلي بالك عشان الصح والغلط المعلم والطبيب لا يخضع لقانون الخدمة المدنية واحد ده هيقول لي طب ما هو المعلم موظف في الدولة هقول لك اه موظف لكن ليه قانون خاص قانون الكادر اه موظف في الدولة اه لكن لا يخضع لقانون الخدمة المدنية الهيئات العامة التي لها لائحة خاصة يعني لما بنتكلم مثلا على الهيئات القضائية يعني بنتكلم على الموظفين اللي شغالين في المحكمة فيه قانون اسمه قانون السلطة القضائية هم خضائيلي يبقى هنا التلات فعاد دول لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية تاني مين اللي ما بيخضعش القانون الخدمة المدنية موظفي قطاع الاعمال العام الخاص المعلمين والاطباء الهيئات العامة التي لها لائحة خاصة ما لهم دول لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية يبقى كده فهمنا حكتين فهمنا ان في ناس هيتطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وفي ناس مش هيتطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ممكن يكون الناس اللي هيتطبق عليهم واللي مش هيتطبق عليهم شغالين موظفين في الدولة اه بس اللي هيستثنى من قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 بيستثنى ليه طيب بص اي حد هيستثنى من القانون مش معناه انه ما بطبقش عليه قانون لا انا بستثنى عشان هو ليه قانون خاص بيحكمه سواء كان المعلمين او الاطباء او الهيئات العامة التي تحكم بلاقحة خاصة او قطاع الاعمال العام والخاص بل لهم قوانين بتاعتهم هم فقانون الخدمة المدنية فيه فئات يتطبق عليها وفيه فئات لا يطبق عليها طيب كانت فيه مشكلة بتقابلنا في القانون ما قبل 2016 قبل قانون الخدمة المدنية ايه المشكلة دي بعض المصطلحات القانونية اللي ما كانش ليها تفسير واضح في القانون الاخرى ايجا القانون هنا يعني الباب الاول في قانون الخدمة المدنية اه بدأ بالاحكام العامة وقال ايه بقى قبل ما يبدأ في اي حاجة قال انا احدد بعض الالفاظ اللي هي كان فيها اه ببساطة كده كان فيها لخبطة مش عارفين دي معناها هي ايجا القانون حطها وقال دي تعرفتها المحددة زي ايه ونخلي بنا قوي 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 من اللي احنا هنقوله دلوقتي بعيدا عن اهميته في القانون كمان هو مهم في الامتحان تاني بعيدا عن اهميته في القانون هو كمان مهم في الامتحان من الاسئلة المهمة جدا واللي هنحلها مع بعض تعال نشوف مع بعض بقى ايه هي الالفاظ ان القانون حددها اول حاجة حددها القانون السلطة المختصة يعني ايه سلطة مختصة يعني مثلا لو انت بتخلص جواب يقولك ايه الجواب ده هيتم توجيه للسلطة المختصة الجواب ده عايزين امضى من السلطة المختصة طب انت مش عارف يعني ايه السلطة المختصة ايجا القانون حدد لك يعني ايه كلمة سلطة مختصة يعني ايه بقى كلمة سلطة مختصة تعال نشوف مع بعض هي ايه هي الوزير او المحافظ الرئيس الهيئة بحسب الاحوال ان السلطة المختصة هي الوزير او المحافظ الرئيس الهيئة بحسب الاحوال يعني نفهم من كده نستر ان السلطة المختصة تدل على شخص رفع عليكم ممكن يكون الشخص ده وزير او ممكن يكون محافظ او ممكن يكون رئيس هيئة حسب الاحوال يعني ايه حسب الاحوال هنا معناها حسب المكان اللي انت فيه بمعنى ايه لو قلنا ببساطة كده عشان الناس اللي اللي عايزة تفهم مش تحفظ كلمة سلطة مختصة انا لو سألتك كده مين السلطة المختصة عندك في البيت هتقول لي بابا او ماما معناها ايه ان هي الشخص المسؤول حسب الاحوال لو في البيت هتبقى بابا لو في المدرسة هيبقى مدير المدرسة لو في مستشفى يبقى مدير المستشفى يبقى السلطة المختصة هنا تدل لبز يدل على شخص ممكن يكون الشخص مين وزير محافظ رئيس هيئة حسب الاحوال يبقى ده تعريف مين برافو عليكم السلطة المختصة طيب كمان من ضمن الالفاظ ان القانون حددها وعرفها الوحدة يعني ايه الوحدة هي الوزارة او المصلحة او الجهاز الحكومي او المحافظة او الهيئة العامة لا نفهم بقى ايه الفرق ما بين السلطة المختصة والوحدة تاني ايه الفرق ما بين السلطة المختصة والوحدة السلطة المختصة تدل على شخص ممكن يكون الشخص ده محافظ وزير رئيس هيئة اما الوحدة تدل على مكان يعني ايه مكان ممكن المكان ده يكون وزارة يكون مصلحة او جهاز حكومي او محافظة او هيئة عامة يعني بص ببساطة كده اقولك ايه عايز الورقة دي تخلص من الوحدة اللي انت تابع لها يعني ايه الوحدة اللي انا تابع لها ما هو القانون حدد هنا الالفاظ ليه عشان القانون لما يقول انت تابع للوحدة كذا وخاضع للسلطة المختصة يبقى انت فاهم يعني ايه سلطة مختصة ويعني ايه الوحدة ببساطة تاني السلطة المختصة ممكن تكون وزير او محافظ او رهيس هيئة يعني بتدل على شخص اما الوحدة هي الوزارة او المصلحة او الجهاز الحكومي او المحافظة او الهيئة العامة يعني ما كان يبقى كده عرفنا حاجتين القانون حددهم سلطة مختصة والوحدة من ضمن كمان الحاجات القانون ادخلها بقى استحدثها بقى انه هو قصم الوظائف في الدولة طيب قبل ما نشرح النقطة دي يعني ايه اسم الوظائف الحكومية طبعا هو عمل ايه قانون قالك اسم الوظائف كده لمجموعة قالك فيه وظائف قيادية من اسمها كده يبقى وظائف بتدل على القيادة وفيه وظائف اشرافية يبقى من الاسم كده الوظيفة الاشرافية هتالي الوظيفة القيادية وفيه وظائف عامة طيب ما هو احنا مش عافين يعني ايه وظائف قيادية يعني ايه كلمة قيادية اصلا طيب احنا من شوية قلنا ايه السلطة المختصة ومن الكلام كده ان السلطة المختصة دي هيكون اعلى شخص موجود في المكان ده تاني السلطة المختصة هيكون اعلى شخص موجود في المكان ده يبقى لاجل لما اجا اتكلم بقى على كلمة وظائف قيادية اكيد الوظائف القيادية دي هتالي السلطة المختصة يعني ايه تاليها يعني هتيجي بعدها حتى هو في التعريف لما حددها قال ايه هي وظائف كده احنا هنتكلم على الوظائف القيادية يعني ايه وظائف القيادية قال هي وظائف المستويات السلاسة للسلطة المختصة لأ يعني ايها مستربة بص انا لو في وحدة محافظة مثلا ما هو الوحدة تدل على مكان محافظة مين السلطة المختصة في المحافظة رفع عليكم المحافظ يبقى ده سلطة مختصة لما اجا تكلم على الوظائف القيادية اكيد هتكلم على وظائف قيادية داخل المحافظة بس الوظائف ديت ايه تالي تالي يعني ايه تيجي بعد السلطة المختصة يبقى لما يقول لك يعني ايه وظائف قيادية قل له هي الوظائف السلاسة التي تالي السلطة المختصة افكرك وافكرك تاني عندنا ثلاث حاجاتهم وحدة وعندنا سلطة مختصة وظائف قيادية ايه الفرق ما بين السلطة المختصة والوحدة السلطة المختصة ممكن تكون بتدل على شخص عشانه انت بتفهم او انت عايز تحفظها احفظ طالما بتكلم على سلطة مختصة يبقى بتكلم على شخص الشخص ده يمثل اعلى منصب موجود في المكان بتكلم على محافظة يبقى محافظ بتكلم على هيئة بقى رئيس هيئة بتكلم على وزارة يبقى وزير يبقى السلطة المختصة تدل على شخص اما الوحدة تدل على المكان ممكن الوحدة دي تكون محافظة ممكن تكون هيئة مصلحة حكومية يبقى الوحدة هنا بتدل على مكان اما الوظائف القيادية الوظائف القيادية هي تلك الوظائف التي تلي تلي يعني ايه رضو عليكم تيجي بعد السلطة المختصة طيب هل القانون حدد لنا كمان الفاظ طبعا هو القانون حدد الالفاظ ليه عشان يعالج اللي كان في القانون الاولاني فقال كلمات محددة كمان حدد لنا كلمة وظائف الادارة الاشرافية وظائف الادارة الايه الاشرافية وهي وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية تاني الوظائف الإدارة الإشرافية هي وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية حتى يقول لي يا مستف ده الكلام ده صعب وإحنا مش عارفين نحفظه لا خليك معايا بقى وأنا خليك تحفظه بسهولة جدا احنا عندنا تلات حاجاتهم سلطة مختصة وظائف قيادية ووظائف إشرافية تاني سلطة مختصة وظائف قيادية ووظائف إشرافية لما تيجي وتيجي انت كمان تحفظ تحفظ كالقاتي السلطة المختصة هي اعلى حاجة يا لها ايه برافو عليكم السلطة القيادية يبقى لما اجي عرف السلطة القيادية اقول كده هي السلطة التي تأتي او تلي بعد السلطة المختصة طيب السلطة الاشرافية ما هي دي تلت واحدة اللي بتيجي قبل مين اللي بتيجي بعد مين برافو عليكم اللي بتيجي بعد السلطة بعد الوظائف القيادية لما اجي عرف بقى الوظائف الاشرافية اقول هي تلك الوظائف التي تالي برفع عليكم الوظائف القيادية يبقى كده عندنا تعريف الوحدة والسلطة المختصة والوظائف القيادية والوظائف الاشرافية طيب هل برضو القانون حدد لنا حاجات تاني اه طبعا كمان القانون حدد لنا ايه يعني ايه كلمة موظف احنا بنسمع كلمة موظف كتير يعني ايه كلمة موظف الموظف هو كل من يشغل احدى الوظائف وارده بموازنة واحدة تاني كل من يشغل احدى الوظائف اسمه موظف وارده بموازنة واحدة يبقى ده تعريف الموظف تاني من هو الموظف ببساطة هي كل من يشغل وظيفة تاني من هو الموظف كل من يشغل وظيفة وارده بموازنة واحدة تعريف ده القانون كده حدد مين هو الموظف طيب كمان القانون اهتم بتعريف مهم جدا الاجر الوظيفي كان في مشاكل في الاجر وعلاجه اجا القانون خص سباب كامل للاجر والعلوات وكامل الاجر والاجر المكمل طيب ايه الفرق اللي نقوله ده تعال نشوف يعني ايه الاجر الوظيفي هو الاجر المنصوص عليه في الجداول اه يعني ايه مستر الجداول هو القانون حط جداول بالاجوء يعني ايه هو القانون لما تم اه الموافقة على القانون الحقه بالقانون جداول لاجر كل موظف فهو بيقول لي ان الاجر الوظيفي هو الاجر المنصوص عليه في الجداول طب هو الاجر المنصوص عليه في الجداول بس لا مضموم اليه جميع العلوات يعني ايه يعني اما اتكلم على الاجر الوظيفي بقول حاجتنا هم الاجر اللي موجود في الجدول زائد جميع العلوات العلوات اللي انت خدتها بيتجمع على الاجر اللي موجود في الجدول يبقى كده الاتنين دول اسمهم الاجر الوظيفي طيب هو الواحد هياخد اجر وظيفي بس قالك لا ده في حاجة كمان اسمها ايه اسمها الاجر المكمل الاجر الايه المكمل يعني ايه الاجر المكمل كل ما يحصل عليه العمى العقل الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي نقف هنا بقى كان الاول القانون قبل كده كان يقسم الاجر الى نوعين اساسي ومتغير الاساسي ده هو اللي بيحصل عليه اه الموظفين كلهم اساسي ومواحد يعني طب الاجر المتغير كناما بنيجي نعرفه بنقول ايه كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الاجر الاساسي هنا المسميات اتغيرت احنا قلنا الاجر الوظيفي عبر عن ايه هو الاجر المنصوص عليه في الجداول مضموم عليه العلاوات اي مبلغ او اي فلوس تانية هياخدها الموظف بخلاف اللي انا قلته ده يبقى اسمه الاجر المكمل يبقى هي هو الاجر المكمل اللي بيكمل الاجر يعني كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف كلمة بخلاف يعني غير الاجر الوظيفي يبقى تاني ايه الفرق ما بين الاجر الوظيفي والاجر المكمل تاني الاجر الوظيفي هو عبارة عن جميع الاجور التي تم الاعلان عنها في الجدول بس لا مضموم اليها العلاوات يبقى ده اسمه الاجر الوظيفي اي حاجة تانية هياخدها الموظف من شغله اي حاجة بخلاف اللي انا قلته ده تسمى الاجر المكمل يبقى احنا عندنا حاجتين دلوقتي الاجر الوظيفي والاجر المكمل طيب هما الاتنين على بعض كده اسميهم ايه اسميهم بقى المصطلح التالت اللي القانون حدده كامل الاجر يعني ايه كامل الاجر حتى القانون قال ايه قانون حدده قال ايه كل ما يحصل عليه نظير عمله من الاجر الوظيفي يعني ايه يعني اللي هياخده من الوظيفة واللي هياخده من مكمل الاجر الاتنين يتحطوا على بعض كده بقى اسمهم ايه كامل الاجر يبقى كامل الاجر كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله كلمة نظير يعني ايه مقابل العمل اللي بيشتغلوا من الاجر الوظيفي يبقى احنا كده عندنا حوالي سبع او ست مصطلحات مهمة جدا نقولهم تاني ونفكرك بيهم تاني عندنا حاجة اسمها السلطة المختصة هي الوزير تاني السلطة المختصة هي الوزير المحافظ او رئيس الهيئة حسب الاحوال وكلمة هنا حسب الاحوال حسب المكان اللي احنا فيه مكان اللي احنا فيه اعلى سلطة باسمها السلطة المختصة طيب بعد كده عندنا تعريف تاني الوحدة وفكرك وفكرك تاني الوحدة تدل على مكان المكان ده ممكن يكون ايه محافظة يعني انت ما يقول لك ايه انا رايح اخلص ورقة من الوحدة اللي انا تابع لها طب انت تابع لي ايه اه رايح خلصها من المحافظة يبقى الوحدة هنا مقصود بها المحافظة رايح خلصها من مستشوى يبقى الوحدة هنا مقصود بها اه مستشوى خلصها من التأمينات يبقى الوحدة هنا مقصود بها هيئة التأمينات يبقى الوحدة تدل على مكان كمان عرفنا اه الوظائف القيادية هي تلك الوظائف التي تلي او الوظائف الثلاثة التي تلي السلطة المختصة عرفنا كمان الوظائف الاشرافية هي تلك الوظائف التي تلي برضو عليكم الوظائف القيادية عرفنا كمان الموظف كل من يشغل وظيفة تاني الموظف كل من يشغل وظيفة وردها بموزنة واحدة عرفنا تلات حاجات لهم علاقة بالاجل الاجل الوظيفي مكمل الاجل والاجر وكامل الاجر الاجر الوظيفي ومكمل الاجر وكامل الاجر وعرفنا الفرق بينهم دي مصطلحات القانون حددها قبل حتى ما يدخل في القانون ليه حددها كانت فيها كلام فاجأ القانون الجديد لو قانون الخدمة المدنية قانون 81 لسنة 2016 قال انا هحدد الالفاظ دي عشان كده كل واحد لما نقول له انت هتعمل كذا يبقى فاهم الكلام ده طيب بالنسبة بقى للجزء المهم جدا اللي هنتكلم عليه تقسيم الوظائف ببدو دي حاجة من الحاجات اللي استحدثها القانون يعني ايه قسم الوظائف في الحكومة او في قانون الخدمة المدنية كالقاتي تنقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون الى المجموعات الوظيفية خلي بالك من اللفظ ده يعني دي اللي احنا هنقولهم دول اسمهم مجموعات وظيفية قسمهم كالقاتي اول مجموعة مجموعة الوظائف التخصصية يعني ايه يعني الوظيفة دي لما يتم الاعلان عنها هيكتب كده نوع الوظيفة تخصصية اللي عايز يقدم فيها يشوف هل هو متخصص ولا لا يبقى اول حاجة مجموعة الوظائف التخصصية رجع الالتاني مجموعة الوظائف الفنية مجموعة الوظائف الكتابية مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة نقول تاني القانون قسم مجموعة الوظائف الى اربع مجموعات مجموعة وظائف تخصصية مجموعة وظائف فنية مجموعة وظائف كتابية مجموعة وظائف الحرفية والخدمات المعاونة طيب كلام ده مستو صعب كده يعني طب ما تفهمهن معنى ايه القانون لما ايجا قانون الجديد قانون الخدمة المدنية الالفين وست عشر قال ايه قال انا هقسم الوظائف الحكومية لمجموعة وظائف وقصية جاء السمهن الاربعة قال بقى ايه اول مجموعة اسمها مجموعة الوظائف التخصصية تاني مجموعة الوظائف الايه التخصصية يعني لما تيجي الحكومة تتعلن عن مثلا وظيفة هتكتب نوع الوظيفة هل هي تخصصية هل هي فنية هل هي كتابية هل هي فنية وخدمات معاونة يبقى هو قسمهم الاربعة عشان لما يجي يعلن عن وظيفة كل واحد بيبقى اعرف نوع الوظيفة اللي تناسبه يقدم فيها لما يجي لك سؤال اكمل ويقول لك تنقسم الوظائف الى اربع انواع اقول له ايه اول نوع مجموعة الوظائف رفع عليكم مجموعة الوظائف الايه التخصصية التانية مجموعة الوظائف الفنية رقم 3 مجموعة الوظائف الكتابية رقم 4 مجموعة الوظائف الحرافية والخدمات المعاونة يبقى ده اللي الحكومة والقانون حدده حدد لنا اربع انواع للوظائف فيه نقطتين مهمين جدا في الجزئية دي بص بقى القانون قال ايه خلي بالك من الحجة دي لان ممكن تجيلك سؤال في الامتحان بيقول لي ايه تعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعرى وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعة نوعية لا كلام تقيل اوية ولا تقيل ولا حاجة ركز معي هو الوقت يقسم لنا مجموعة الوظيف الاربعة ايه هم دول تخصصية وفنية وكتابية وحرفية هو بقى بيقول بقى في الجزء ده بيقول ايه في القانون قالك ان كل واحدة من دول تعتبر وحدة متميزة يعني ايه وحدة لوحدها في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعرى طبعا الكلام ده كله هناخده بالتفصيل لكن السؤال بيجي ازاي بقى ليهمنا في الجزء ده يجي يقولك ايه تعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة مستقلة في مجموعة الاعارة والتعيين فقط او النقل والندب فقط لا فقط لا هم خمسة نقل تعيين اعارة والندب والترقية يبقى دي كل واحدة من دول واحدة متميزة طيب والنقطة التانية تتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعة نوعية تاني تتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعة ايه نوعية طبعا في ناس قاعدين دلوقتي مش فهمة يعني ايه مجموعة وظيفية لمجموعة نوعية طيب انا هبسطها لك خالص يعني ايه مجموعة وظيفية لمجموعة نوعية ما ادي مثال بسيط كده وانت هتفهم الكلام ده معنى ايه انا الوقتي لما بتكلم على التعليم الفني يبقى اما بتكلم على التعليم الفني ايه تقسيمات التعليم الفني ده مجموعة رئيسية نازل منها مجموعة نوعية تعليم زراعي تعليم صناعي تعليم تجاري هو بيقولك كده ان كل مجموعة وظيفية رئيسية بيتقسم الى مجموعة نوعية يبقى هنا ما يجي لك سؤال اكمل يقول لك تنقسم كل مجموعة وظيفية الى مجموعات نقط اقول له ايه رفع عليكم مجموعات نوعية لكن في سؤاله موجود في الكتاب مهم جدا ولما نقول مهم يريد نكتب السؤال هتورق قلم ويكتب السؤال ده السؤال بيقول ايه ضع علامة صح او خطأ تاني ضع علامة صح او خطأ تنقسم كل مجموعة نوعية الى مجموعة رئيسية تاني تنقسم كل مجموعة نوعية الى مجموعة وظيفية رئيسية طبعا العبارة هنا خطأ للعكس تنقسم كل مجموعة وظيفية الى مجموعات نوعية تاني اللي مش فاهم يعني ايه مجموعات حاجة رئيسية طالع منها حاجة نوعية هتديك المثال تاني ووضحه لك احنا عندنا حاجة اسمها التعليم الفني يبقى ده كده الوظيفة الرئيسية هل التعليم الفني نوع واحد لا خارج منه مجموعات نوعية خارج منه ايه تعليم صناعي تعليم تجاري تعليم زراعي تعليم فندوي دي كده اسمها المجموعات الايه النوعية يبقى في مجموعة رئيسية خارج منها مجموعات نوعية هو عمل كده قال الوظائف تعتبر المجموعات الوظيفية دي يخرج منها او مقسمة الى مجموعات نوعية يبقى خلي بالك من النقطتين دول مهمين جدا في تقسيم الوظائف الاول الوظائف بتنقسم الى ايه يعني انا عايزك تكتب الكلام ده وتقوله واحنا معاكم واحنا قلنا اي سؤال انت محتاجه ممكن تتواصل معنا في القناة نقول تاني مجموعات الوظائف كم وظيفة رفع عليكم اربع القانون قسمها الاربع مجموعة الوظائف قول التخصصية تمام الفنية تمام الوظيفة التالتة الكتابية والحرفية والخدمات المعاونة هم دول التأسيمات اللي عندي رجع بقى القانون قال ايه تعتبر كل وحدة كل وظيفة من اللي قالها دي وحدة متميزة يعني كل وحدة من دول مستقلة بذاتها مستقلة في مجال التعين والترقية والاعارة والنقل والندب يعني كل وحدة بتحكمها حاجات في اللي احنا قلناهم دول والقانون كمان قال ايه تنقسم هذه المجموعات اللي هي المجموعات ايه المجموعات الرئيسية الى مجموعات نوعية طيب سؤال كده ممكن حد يسأله هل ينفع اننا انقل يعني عامل عملية نقل من مجموعة لمجموعة طب تعالى نشوفه القانون ببطل القانون ما سوفش حاجة ايه لإيه في الجزء ده قال نقطة مهمة جدا قال لك الاول شغل الوظيفة يعني ايه شغل الوظيفة يعني عشان تتعين في الوظيفة دي ايه المطلوب منك يكون شغل الوظائف يعني الناس اللي هتتعين عن طريق التعين طبعا تعين بالمؤهل بتاعك او الترقية او النقل او الندب او الاعارة بمرعاة استفاق شبوط شغلها وذلك حسب الاحوال المبينة بهذا القانون برضو يعني ايه احنا بنحاول بقدر الامكان نبسط الكلام عشان المتابعيننا نفهمه بيقول ايه شغل الوظيفة يعني ايه يعني اللي هي اللي هيشتغل في الوظيفة دي ممكن يشتغل ازاي ممكن يكون عن طريقة تعين انه هو تم تعينه يعني مثلا عندنا وظيفة مثلا مدير ممكن نعين مدير دي طريقة من طرق شغل الوظيفة ممكن نرأ المدير دي طريقة من طرق شغل الوظيفة ممكن كمان ننقل او اعارة يبقى انا ممكن هنا كلمة شغل الوظيفة معناها ايه يعني ازاي نشتغل في الوظيفة دي ممكن شغل الوظيفة يكون عن طريق التعين يعني عشان لما يجي لك سؤال يقول لك ايه يكون شغل الوظيفة عن طريق التعين فقط اقول له لا خطأ مش التعين بس ممكن يكون تعين نقل اعارة او ندب يعني ايه يعني ممكن اي حد يشتغل في وظيفة مش عن طريق التعيين بس اهو عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب او الاعرة طبعا بمرعات استفاق الشروط يعني اللي هيشغل الوظيفة لازم يكون مستوفى الشروط طيب النقل من الوظائف النقطة دي مهمة جدا ونركز عليها ونكتبها يجوز النقل من كل لمجموعة ظرفية رئيسية مع الاحتفاظ بالاقدمية يعني ايه مستوفى يعني انا الوقتي شغل في مكان وبقالي ما شغل في مجموعة من الوظائف اللي احنا قلناها تخصصية فنية كتابية وبقالي خمستاشر سنة في المكان ده طيب عايزا نقل من المكان ده اروح للمكان تاني طب لما اروح للمكان التاني ده اكني متعين من اول وجديد لا طبعا ده انت تحتفظ بقى ادميتك يعني ايه يعني بقالك موظف خمستاشر سنة في المكان ده لما تروح المكان التاني كأنك بالزبط كنت فيه بقالك خمستاشر سنة طبعا الاقدمية هنا مهم طبعا مهمة ليه لان الاقدمية بيكون الاجر زاد اه منصبك زاد فانت بتروح محتفظ بالاقدمية بتاعتك يبقى هل يجوز النقل يجوز النقل مع الاحتفاظ بالاقدمية مع الاحتفاظ بالاقدمية كلمة الاقدمية يعني ايه كلمة الاقدمية اقدمية احنا الوقتي اتعينا في مكان. فانا عدت في المكان ده عشر سنين. طب المدة اللي انا عدتها في المكان ده اسمها اقدميتي في الشغل. يعني كاني قعد قديم يعني. فانا كده قديم في الشغل بقالي خمسشور عشرين سنة. طيب انا رحت مجموعة وظيفية تانية. نقلت من مكان لمكان. هل المدة بتاعت دي تروح معايا? طبعا لان القانون بيقول ايه? يجوز النقل من المجموعة الوظيفية مع الاحتفاظ بالاقدمية. يعني اروح بمدية اللي معايا. كلمة الاقدمية معناها ان انا بقديم في الشغل. قديم بسنة بسنتين بتلاتة دي اسمها الادمية. يبقى الجملة تانية مهمة جدا هي. يجوز النقل من كل مجموعة وظيفية رئيسية. يعني ممكن نتنقل من المجموعة دي للمجموعة دي. مع الاحتفاظ ايه? بالاقدمية. طبعا هتنقل بس بشار مع استفاء الشروط. يعني ايه? اكون مستوفى الشروط اللي انا هنقل بها. طيب. نبص كمان القانون قال لنا ايه? التعيين في الوظيفة. يعني لو انا هشغل حد بالتعيين. يكون التعيين بموجب. قرار يصدق من رئيس الجمهورية. طب هلو رئيس الجمهورية بس? لا. قرار يصدق من رئيس الجمهورية. او من يفاوضه. يعني الرئيس بيفاوض بعض الوزراء. انه هم يقولوا ان فيه تعيين. على اساس الكفاءة والقدارة. دون محاباة او وساطة. طبعا القانون واضح هنا. قال ايه? على اساس الكفاءة والقدارة. دون محاباة او وساطة. كلمة محاباة يعني من نحسل حد ونعين حده عن طريق الوسطى. عشان كده القانون اهتم بجدا بالجزء ده. قال ايه بقى? يكون التعيين بقرار من مين? من رئيس الجمهورية. او من يفاوضه. من يفاوضه يعني اه سيادة الرئيس بيفاوض حد. يليه اه ان هو يقول قرارة تعيين. وبيكون التعيين ده على اساس الايه? الكفاءة والقدارة. الاكفاء والاقدر هو اللي هيتعين. دون محاباة وساطة. وطبعا كلنا دلوقتي دلوقتي ملاحظين النقطة دي. ايه النقطة اللي ملاحظنا? لما الحكومة بتعلن عن وظائف بتلحق بيها مسابقة. طب ليه المسابقة? عشان النقطة اللي بنتكلم فيها. مسابقة هتحط مجموعة للتقييم. تقييم اللي هيشتغل. فاللي هيكون جدير وزو كفاءة هو اللي هيشتغل. لان المسابقات هتقضي على المحاباة والوسطى. يعني مش هيبقى فيه وسطى. انت داخل المسابقة. هل انت جديد بالموظيفة ولا لا? عشان كده القانون قال. يكون التعين بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه. بناء على ايه? على الجدارة والكفاءة. ليه? عشان نقضي على المحاباة والوسطى. طيب. ايه يا شروط التعين? هلما جاء نتعين? هتعين وخلاص? ولا الدولة او القانون حط شروط. طبعا قانون الخدمة المدنية الالفين وستاشر حطنا مجموعة من الشروط عشان نتعين. طبعا الكلام ده مهم جدا ليك. ليك بص احنا خدنا قانون العمل. لو انت هتشتغل في العمل الخاص. وده قانون الخدمة المدنية. لو انت ما هو انت مش هتشتغل يا اما عمل عام يا اما خاص. فهتخضع للكلام ده. تبقى عارف انت لما تيجي تقدم في وظيفة. الوظيفة دي هتقدم لها بناء على ايه? اول ما بيتم الاعلان عن وظيفة. بنقول الاول شروط التعين. يعني دي شروط عامة للتعين. خلي بالك مش شروط خاصة شروط عامة. ايه يا الشروط العامة دي? طب تعالا مع بعض نعرف. لو انا عايز اتعين في الحكومة. هل الشروط دي تنطبق عليها ولا لا? تشوف كده الشروط وشوف تنطبق عليك ولا لا? عشان لو انطبقت عليك وفيه شغل تقدر تعدم فيه. تعال نشوف مع بعض الشروط. اول شرطه طبعا ده حاجة منطقية. ان يكون متمتع بالجنسية المصرية. يعني يكون ايه? مصري. او جنسية احدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمصر. فيه تولي الوظائف المدنية. اه طب نقف هنا. طب اول واحدة وفهمناها مصر. ان يكون اللي هيشتغل متمتع بالجنسية المصرية يعني يكون مصري. امالك جملة التانية دي يعني ايه? الجملة التانية دي بيتقول ايه? او جنسية احدى الدول العربية. طبعا في دول عربية. يعني ايه دول عربية? يعني واحد جنسيته سعودي كويتي. المهم بقى هنا ايه? لو هو مع الجنسية دي والبلد عنده بتشغل مصريين في الوظائف المدنية. مش الوظائف الخاصة. في الوظائف المدنية هنا نطبق مبدأ المعاملة بالمثل. يعني لو انا مع الجنسية المصرية كده تمام. لو انا احدى الدول العربية الشقيقة والدولة العربية دي تعين مواطنين مصريين في الوظائف ايه? المدنية. يبقى انا هنا اطبق مبدأ المعاملة بالمثل. يبقى اول شرط ببساطة ان يكون متمتع بالجنسية المصرية. طيب الشرط التاني ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة. طب يعني ايه? يعني طب ما احنا هنسبت ازاي ان هو حسن السمعة? طبعا فيه اثبتات كتير. ما هو ايه? حسن السمعة هنا احنا مش هنسأل عليه. لكن احنا عندنا طرق قانونية نتأكد منها من حسن السمعة. زي ايه? برضو عليكم. صحيفة الحالة الجنائية. طيب ايه كمان الشروط اللي عندنا? الا يكون قد سبق الحكم عليه. يعني ما يكونش اتحكم عليه قبل كده. بعقوبة جنائية. او بعقوبة مقيدة للحرية. في جريمة مخلة. بالشرف او الامانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. يعني ايه بقاه? اول الحالة. ما يفيش واحد هيروح يقدم في وظيفة لو كان تم الحكم عليه. في قضية. قضية دي جناية او قضية مقيدة للحرية. اه سواء كانت جناية او مخلة بالاداب او الشرف. ما لم يكن قد رد اعتباره. يعني ايه? ممكن انا يكون اتحكم علي في قضية. وبعد كده رد ليه اعتباره. يعني ايه? خدت براءة من القضية اللي انا فيها. يعني مسلا قضية خيانة امانة. تم الحكم فيها. اه وبعد ما تم الحكم فيها. المحكمة رد رد الاعتبار. ردت الاعتبار يعني ايه? يعني طلعت لبريء. هل انا من حقك كده اشتغل في الحكومة? طالما المحكمة ردت اعتبارك من حقك ان انت تشتغل ويبقى الشروط كده انتبق عليك. اما ازا لم يرد الاعتبار فانت اه غير صالح ليه العمل في الوظائف الحكومية. طيب ايه كمان معانا الشروط التانية? هل لا يكون قد صبت فصله من الخدمة? يعني ما يكونش اتفصل من الخدمة. بحكم او قرار تأديبي. اه يعني ايه بقى بحكم او قرار تأديبي? يعني هو ممكن يكون ايه? اه ده كان موظف. خد بالك من الموضوع ده. هو كان موظف. فاتحكم عليه في قضية مقيدة للحرية او مخلة بالاداب او جناية او او او. تمام? فتم فصله من الخدمة. خلاص? او بقرار تأديبي. يعني ايه قرار تأديبي? اخطأ في العمله. تم توقيع الجزاء عليه. كانت العقوبة الفصل من الخدمة. هل اللي اتفصل من الخدمة ممكن يشتغل تاني في الحكومة? طب بص بقى القانون عليه جهاز ازاي? قال ايه بقى? قال لا يكون قد سبق فصله من الخدمة. او قرار تأديبي ما لم تنضي على صدوره اربع سنوات على الاقل. يعني بعد بعد بعض سنوات يبقى او كده ممكن يقدم في الوظيفة. طب هل في شروط تاني عندنا? طبعا ان تثبت لياقته الصحية. يعني ايه لياقة صحية? يعني محتاجين? طب هتثبت لياقته ازاي? ايه اللي ما تيجي تشتغلها يطلب منك? كشف طبي. طبعا كشف الطب دوت بيجي منين? بشهادة طبية والشهادة دي لازم تكون من التأمين الصحي. يعني لازم تكون لائق صحيا. طب حد هيقول لي طب افد اللي عايز اشتغل ده معوق. لا. الدولة اهتمت بالمعوق المؤهل وخصصت له موضوع تاني. طيب ايه كمان? ان يكون مستوفي الاشتراطات شغل الوظيفة. يعني شروط الوظيفة تنطبق عليه. يعني ايه شروط الوظيفة تنطبق عليه? يعني الحكومة لو قالت انا عايزة وظائف تخصصية. هل تنطبق عليك الشروط ولا لا? وظائف فنية وظائف كتابية. انت بتبقى عارف مؤهلك ايه? والمؤهل ده? بينطبق شروطه ولا لا? يبقى لازم اكون انا كلمة مستوفى الشروط يعني الشروط تنطبق علي. كمان عندنا اه الوقتي اي وظيفة بيتم معنا من شروطها من التحاط بيها ان تكتاز الاختبار للوظيفة. يعني الوظيفة دي بيتم عمل الاختبار ولازم تكتازه. كلمة تكتازه هنا ان انت تنجح فيه. الله يقول لسنه عن 18 عام لديا. يعني عشان تشتغل في الحكومة. سنك ما يقلش عن كام? 18 سنة. يبقى الموظفين هنا. عشان انا اشتغل موظف. لا يقول لسنه عن كام? 18 سنة. طيب لما يجي سؤال صح وغلط. يقول لك ايه? يا جوز تعيين. اه من هما دون التمنتاشر عام في الوظائف الحكومية. اقول له خطأ. ليه? اقل سن. لحد الادنى. لتشغيل الموظفين في الوظائف. اه ان السن لا يقول لها عن كام? برفع عليكم عن 18 سنة. طبعا الشروط اللي قلناها دي شروط عامة. عامة يعني ايه? مش خاصة بالوظيفة. لان الوظيفة يبقى لها شروط تانية. امال دي وظائف ايه? دي شروط ايه? دي احكام عامة القانون حددها. عايز تشتغل? عايز تتعين? لازم تكون. تتمتع بالجنسية المصرية او تتمتع بجنسية عربية تعامل المصريين في الوظائف المدنية. اللي بتسميه مبدأ المعاملة بالمثل. تاني شرط ان تكون حسن السمعة. هتثبت ازاي انت حسن السمعة? عن طريق صحيفة الحالة الجنائية. طيب. هل كمان في حاجة تانية? اه لازم تكون لائق صحيا. يعني ايه لائق صحيا? عن طريق الكشف الطبي اللي انت هتجيبه من التأمين الصحي. طيب ايه كمان? قال له يا كل سنك عن كام? بوضع عليكم. عن 18 سنة. اه دي مجمل شروط التعيين. طيب. كمان القانون وضح لنا حاجة مهمة جدا. طب انا تعينت. كده انا تعينت يعني. اف انت ما بيقول لك ايه? انا تثبت في الشغل. يعني ايه? بدأت اتأمن علي. انت قبل ما تثبت في الشغل او قبل يتأمن عليك هتبقى اسمك كده. المعين تحت الاختبار. طب يعني ايه? يعني انت لو تعينت في الحكومة هتقعد تحت الاختبار. طب هتقعد قد ايه? يوضع المعين لاول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه للعمل. يعني انت اول ما تتعين. اه تبقى لقانون الخدمة المدنية لالفين وستاشر. فترة الاختبار بتاعتك هتقعد ست الشهور. هيتحسبوا من امتى? من تاريخ استلامة للعمل. وخلال الفترة دية لا يجوز الندب او الاعارة او او الاعارة او النقل. يعني انت وانت تحت الاختبار ما تنفعش يتم نقلك او اعارتك. النهاردة خدنا اه فكرة كده عن قانون الخدمة المدنية. ببساطة قانون الخدمة المدنية ده. لو بنسميه قانون رقم ستاشر لسنة قانون واحد وتمانين لسنة الفين وستاشر. ده قانون بيخاطب مجموعة الموظفين في الدولة. وتكلمنا على الفئات اللي تطبق عليها القانون والفئات التي لا يطبق عليها القانون. وعرفنا بعض المصطلحات الهمة. الحلقات الجاية ان شاء الله بإذن الله هنتكلم بقى بالتفصيل على النقل والندب والاعارة. ويعني ايه كلمة الحلول والكلام ده كله. وهنحل مع بعض الاسئلة بتاعت الكتاب اللي على الجزء ده. ما تقلقش من اي حاجة. كلنا هنا في خدمتك. اي سؤال انت عايزه او انت محتاجه. كلمنا تواصل معنا عن طريق القناة بتاعتنا وعن طريق قناة اليوتيوب. واحنا كلنا هنا في خدمتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مر التاريخ اثرت شخصيات كثيرة في حياتنا. كان لها دور كبير في تقدم البشرية في مجالات العلوم والفنون المختلفة. هنلقي عليها الضوء ونتعرف على اهم اسهمتها وانجازاتها. مين هو قائد معركة حطين? صلاح الدين. صلاح الدين ايه? العيوب. مين هو قائد معركة حطين? صلاح الدين العيوب. صلاح الدين العيوب. اسمعوا هذه طبوله. اسمعوا هذه بشائره. هو هو. ترجمة نانسي قنقر